اشتركوا في القناة المتابعين متابعين طقس العرب الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة تأثرت المنطقة الشمالية إضافة المنطقة الشرقية ليلة الأمس بحالة من عدم السخرة الجوية هطرت على إثرها زخات رعادية غزيرة من المطر والبرد في محافظات إربد المفرق كذلك الحال منطقة البدية الشرقية في حين هطرت أمطار أقل شدة في صوبة أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية ولم تتأثر المنطقة الوسطى والعاصمة عمان الليلة الماضية بهذه الحالة الجوية من عدم الاستقرار الجوية آخر خصور الأقمار الاصطناعية الخاصة بحركة السحب الوالد لدينا هنا في تقس العرب توضح تحرك السحب الرعدي التي أثرت الليلة الماضية نحو الشمال صوبة الأراضي السورية في حين نلاحظ معكم في الحوض الشرقي البحر أبيض متوسط حركة دورانية لافتة للسحب الرعدي هذه الحركة الدورانية لافتة للسحب الرعدي نشأت بفعل انخفاض الضغط الجوي السطحي فوق هذه المنطقة استمار انخفاضه خلال الفترة الماضية وتوقع المزيد من الانخفاض في قيم الضغط الجوي السطحي في هذه المنطقة نتيجة تتأثر مناطق عدة واستمار تأثر مناطق عدة في شمال أفريقيا وجنوب القرى الأوروبية بمرتفع جوي في طبقات الجو الكافة مما أدى إلى استمار اندفاع أو استمار تموضع الكتلة الهوائية الباردة نسبيا في طبقات الجو المتوسط والعالية واستمار اندفاع امتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب أدى ذلك إلى استمار تشكل السحب الرعدي والتي اتخذ الطابعا دورانيا مما أدى انخفاض الضغط الجوي السطحي في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط هذه الظاهرة متوقع أن ترتقي إلى ما يسمى بميديكين أو ما يسمى باللغة العربية إعصار البحر الأبيض المتوسط وهي حالة جوية مدارية نادرة تحدث أو شبه مدارية تحدث بالحوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام في الأجزاء الغربية منه والوسطى تحديدا مناطق سواحل الجزائر مناطق جزيرة سقلية وحول إيطاليا مالطا كذلك الحول الجزر اليونانية في وسط البحر الأبيض المتوسط ويعتبر تأثر المنطقة الشرقية أو سواحل جنوب تركية وشمال مصر وشمال شرق الحوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر تأثر هذه المناطق بشكل نادر بهذه الظاهرة الجوية في حين لم تتأثر المنطقة الجنوبية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط بحسب الأرشيف المناخي بأي حالات جوية مشابهة هذه الحالة الجوية ستكون من الحالات الأولى صوب هذه المناطق في الحض الشرقية من البحر الأبيض المتوسط وتجري حاليا متابعة تطور هذه الحالة الجوية النادرة بشكل إضافي خلال الفترة القادمة هذه الصورة تلخص ما سيحدث خلال الفترة القادمة توقعات بأن تتشكل هناك ربما عاصفة مدارية أو شبه مدارية في هذه المنطقة ترتقي إلى مستوى ميديكين في هذه المنطقة أو ميديترينيان هيريكين هذه الحالة تقريبا بنسبة مرتفعة توقع أن تتشكل خلال الـ 24 و 36 ساعة قادمة لكن ما هي التوجه هذه العاصفة أو ما هي حركتها في المستقبل تعتبر أمرا ليس واضحا بحسب آخر المعطيات ربما تبقى هذه العاصفة في مكانها في هذه المنطقة حتى تتلاشى ربما تتحرك صوب الأجزاء الشمالية من مصر أو سواحل شمال شبه جزيرة سيناء وتتلاشى ربما يكون هناك احتمال ثالث تحرك هذه العاصفة مباشرة نحو دولة فلسطين ولاحقا المملكة وبالتالي هطول لأمطار غزيرة بشكل لافت ونادر الحدوث في المملكة وذلك الحديث هنا عن يوم السبت إذن الاحتمالات كلها مفتوحة صوبة بقائها في البحر صوبة توجهها نحو سواحل شمال مصر أو توجهها نحو سواحل شمال سيناء أو ربما نحو فلسطين والمملكة تجري حاليا متابعة آخر الاحتمالات وآخر التطورات في هذه الحالة الجوية سنبقيكم على الطلاع خلال النشرات القادمة صوبة أو في تحديد هذا الخصوص بشكل عام إذن كملخص الحالة الجوية استقرار نسبة الحالة الجوية يومي الخميس والجمعة مقارنة بالأيام الماضية حيث متوقع أن تقل بشكل لاوض واضح وكبير فرص الأمطار الرادية نتيجة دوران السحب الرادية بعيدا عن المملكة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط نشير إلى أن الدرجات الحالة ستبقى دون معدلاتها المعتادة في مثل دقم عام بين 3 إلى 5 درجات مئوية وتوقعات بتجدد الأمطار يوم السبت وسنبقيكم على الطلاع بهذا الخصوص في حال نجحت الاحتمالات تتشير إلى توجه هذه الحالة صوبة شمال مصر وشمال سيناء ستكون الأجواء نسبيا مستقرة يوم السبت في حالة لو توجهت هذه الحالة لأحمل الأردن ذلك يعني الأمر معكوسا تماما بأن تهض الأمطار غزيرة في عموم المناطق المملكة تحديدا الجزء الأوسط والجنوبي من المملكة بما شئت ألا لكن ذلك كما تحدثت جميع الاحتمالات مفتوحة وسنبقيكم على الطلاع توقعات الخاصة في الليلة القادمة أجواء غايمة جزئيا إلى صحوة في العاصمة عمان لا توقعات بهطول أمطار رعدية خلال الليلة القادمة ارتفاع في نسبة الرطوبة لتصل إلى تقريبا من 80% مع درجات حارة متدنية تقل عن 15 درجة مئوية توقعات الخاصة في الليام القادمة نلاحظ معكم درجة الحارة العظمى في عمان حول 20 درجة مئوية إذن هي دون المعدلات أجواء باردة نسبيا لا سيما مع ساعات الليل حتى مع ساعات الليل نلاحظ معكم درجات حارة 15 درجة مئوية بوجه العام سنبقيكم في النشرات الجوية القادمة حول آخر التحديثات كان كل ذلك حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر